هذا العلم الذي هو الفضل خير من فضل العبادة ما معنى فضل العبادة؟ قيام الليل فإذا تعارض عندنا طلب العلم مع قيام الليل بحيث لا يمكن الجمع بينهما طلب العلم أفضل إذا تعارض عندي صلاة سنة قبلية أو بعدية مع طلب العلم فضل العلم أفضل من فضل العبادة أفضل من فضل العبادة هذا هو المعنى ولذلك الآن العلماء لما يتكلمون في مسألة المفاضلات في العبادة التفاضل في العبادة يجعلون العلم في مرتبة عليا فهو أفضل من العباد وهذا ما قرره أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كان في المجلس في الدرس فأذن المؤذن فقام أحد طلابه قال أين تريد؟ قال أصلي ركعتي قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتي وهذا ما كان يقرره الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو أمر مشتهر عند أهل العلم لكن طبعا عندنا قائد وهي تحصيل المصالح إذا اجتمعت كلها إن أمكن أو ما أمكن إذا استمع عندي الآن طلب العلم مع نوافل العبادة مثلا من الصيام وقيام الليل وكذا يحصلها المسلم أما إذا اجتمعت ولا يستطعت تحصل إما هذه وإما هذه إما أني أطرب العلم أو أصوم مثلا الاثنين والخميس أو أقوم الليل يقال بأن فضل العلم خير ترجمة نانسي قنقر